قال تعالى ويل لكل همزة اللمزة ويل كلمة يراد بها التهديد الشديد والوعيد الأكيد هذا معناها الصحيح عند جمهور العلماء وعند عامة أهل اللغة وأما الحديث الوارد عن أبي سعيد عند أحمد وغيره أن ويل نهر أو واد عفوا واد في جهنم لو سالت فيه جبال الدنيا لا ذابت من حره فهو حديث ضعيف حديث ضعيف لا يحتج به في هذا الباب فويل هي كلمة تهديد ووعيد شديد لكل همزة اللمزة الهماز هذه صفة قبح وهما صفتان مذمومتان والمراد بهما كثير الهمز وكثير اللمز وقد اختلفوا كثيرا في معنى الهمزة وفي معنى اللمزة فقال بعضهم إنهما شيء واحد وهو الذي يسخر بالناس بقوله أو فعله أو حركاته أو غمزاته أو ما أشبه ذلك وقال بعض العلبة التأسيس أولى من التأكيد فالهمزة هو الذي يطعن في الناس ويعيبهم بفعله واللمزة هو الذي يفعل ذلك بكلامه وهذا القول لعله أقرب كما قلنا قبل أن التأسيس أولى من التأكيد لكن من قال إنهما شيء واحد فهو قول مقبول وهما كلمتان إذا اجتمعتا افترقتا وإذا افترقتا اجتمعتا كما هي القاعدة في مثل هذا الباب والله أعلم قال تعالى ومنهم يلمزك في الصدقات وقال تعالى الذين يلمزون المطوعين وهذا كله يكون بالقول ثم قال تعالى في بعض أوصاف هؤلاء قال الذي جمع مالا وعدده يعني يجمع الأموال ولا ينفقها في أبواب الخير ويعددها يحصيها كل يوم يعدها لا ينقص منها شيء وهذا صفة البخلاء البخيل هو الذي كل يوم يجس عند أمواله ويعدها وينبسط ينشرح صدر إذا لم ينقص منها ريالا ولم ينقص منها ريالين يقول الحمد لله زادت ولم تنقص وهذا صفة البخيل ولذلك ما ينبغي للمال للمؤمن أن يكثر من إحصاء الأموال ومن تعديدها إلا إذا كان يحصيها لأجل دين أو لحقوق الناس أو لأمر لا بد له منه ثم بيّن أن ماله هذا قد ضيّعه وأضلّه عن سواء السبيل فكثرة أمواله جعلته يظن أنه سوف يخلد في هذه الدنيا فظن أن أمواله ستخلده والحقيقة أن هذا الوصف موجود عند كثير اليوم من التجار الذين لا ينفقون أموالهم في سبيل الله ولذلك تجدهم عندهم مليارات ويظن أنهم سيخلدون تجدوا في فراش الموت ويغلب على ظنه وظن كل من حوله أنه سيموت بعد عدة أيام وهو يظن أن أمواله سوف تبقيه وما علم أنه سوف يموت ويتركها حسرة للورثة الذين لربما لن يعطوه منها هللة واحدة ولن يتصدقوا عنه منها بريال واحد ولذلك يجب على هؤلاء أن يتنبهوا لأنفسهم وأن يبنوا قصورهم في الدنيا بدل أن يبنوها في الآخرة وحال كثير من تجار اليوم ستجد عندهم المليارات وهم لا ينفقون شيئا في سبيل الله حتى إذا قلهم أعطوا الزكاة تهربوا منها وتركوا إخراجها بل يقولوا قائلهم أن أطعموا من لو يشاء الله أطعمه وهذا حال أهل النار والعياذ بالله ثم تهددهم رب العالمين فقال كلا يعني هؤلاء الذين هذه صفاتهم يسجرهم رب العالمين بتنون التوكيد الثقيلة واللام الموطي أهل القسم لينبذن في الحطمة وذكر اسم الحطمة أي كي يعلم أن جسمه هذا الذي ينعم به في الدنيا سوف يتكسر ويتحطم ويتفتت في نار جهنم ولن يغني عنه من الله شيئا سماها حطمة لأن كل من كان فيها سوف يحطم سيحطم منه كل شيء ثم يعاد بنائه من جديد فيعاد له أمره مرة أخرى ليذوق العذاب كما قال جل وعلا في كتابه الكريم ثم بيّن وما أدراك ما الحطمة من باب تهويل الحطمة وتعظيم أمرها وهذا أسلوب معروف من أساليب اللغة العربية والقرآن نزل بأفصح لغات العرب ثم بيّن حقيقة هذه الحطمة فقال نار الله فأضافها إلى الله إضافة تخويف وتهويل وتعظيم فليست هذه مجرد نار إنها نار الجبار جل في علاه ونار الله ليست هي نار الدنيا بل هي مضاعفة أضعافا كثيرة مضاعفة على نار الدنيا بسبعين ضعفا ثم زادها بيانا وتهويلا وتخويفا فقال الموقدة فالنار يا عباد الله موقدة من قديم ولا زالت موقدة ولا زالت مهيئة للكفار والعصات ممن لا يرجون الله جل وعلا ثم بيّن أنها من شدة عذابها تطلع على قلوبهم وعلى أرق ما فيهم وهي الأفئدة ثم بيّن أنها مغلقة عليهم فلا مفر لهم منها ولا نفس يخرج منها ولا تخفيف منها فهي مغلقة أشد الإغلاق